في بداية الفيلم بنشوف ساحر شرير بيهجم على المملكة والساحر ده استخدم السحر الاسود عشان يسيطر على الأفيال العملاقة اللي تم ختمها الألاف السنين وكانت عنيفة ومتوحشة بسبب استخدام الساحر للسحر الاسود في السيطرة عليها جيش الساحر كان قوي جدا وكان بيقضي على أي حد يقابله لدرجة إن ما فيش جيش بشري قدر يوفق قدامه بعدها بنشوف قلعة الملك أوسر آخر أمل للبشرية قصاد السحر الشرير ساحر المملكة ميرلين شاف الخطر وهو جاي من بعيد وعشان كده صنع سيف سحر قوي يقدر يدمر كل قوى الشر واستخدم عصاية ملك السحر عشان يصنع السيف ده لما المعركة اشتدت والبشر فقدوا الأمل الملك أوسر خد السيف وطار على برج السحر الشرير لوحده وشجعته دي انتقلت للجنود البشريين ورجع الأمل لهم من تاني وبدأوا يقتلوا جيش السحر الشرير أول ما وصل للملك العرين الساحر مسك السيف بتاعه بأيدي الاثنين وساعتها طلعت منه قوة جبارة واختركت حاجز النار اللي الساحر كان عامله والملك أوسر رفع سيفه وطير رقبة الساحر بدربة واحدة مع موت الساحر الأفيال خرجت عن السيطرة ودخلت في نوبة هياج وساعتها بدأوا يوقعوا جيش الساحر من على ظهرهم ووقعوا هم كمان في الوادي وبكده يبقى الملك أوسر قدر يتغلب على الساحر وجيشه بس اللي ما خدش باله منه هو غيرت أخو فورتيجرين فورتيجرين كان بيغير دايما من أسر وكان عايز يبقى هو الملك وساعتها راح وعمل صفقة مع السايرين عشان يدوله قوة ظلمية خارقة ودول شياطين مائية بتحقق أحلامك بس بمقابل غالي جدا والمقابل اللي طلبوه من فورتيجرين ساعتها كان روح زوجته وفعلا فورتيجرين قتل زوجته ورمى جستها للسايرين فورتيجرين اكتسب قوة الشر وتحاول ساعتها الكائن أسطور يقاوي ماسك في ايده منجل في الاول فورتيجرين استخدم رمحه قتل الملكة وبعدها روح عشان يواجه أخوه أسر الملك أسر حط ابنه أرصر على ماركة وتواجه هو مع فورتيجرين المعاركة كانت شديدة جدا بينهم هما الاتنين بس فورتيجرين كان أقوى حتى مع استخدام أسر للسيف المقدس فورتيجرين هزم أسر بعد وقت قصير ساعتها أسر زعق في أرصر وامر انه يهرب بسرعة ورمى السيف بتاعه في الهوى ونزله في ظهره وقتل نفسه أسر عمل كده عشان يمنع فورتيجرين إنه يستولى على قوة السيف وفعلا خطته نجحته بمجرد دخول السيف لجسمه أسر اتحول لحجر وجرد في الماء بموت أسر فورتيجرين استولى على العرش وعمل جيش جديد بدروع صود عشان يقيده في حكمه الظالم بس بالرغم من كده الموضوع ممشيش زي ما هو عايز في الليل وبعد أكتر من عشر سنين البحر جف فجأة بدون أي أسباب وساعتها ظهر تمثال أسر الحجري والسيف راشق فيه ظهور تمثال عمل هيك بين الشعب رغم إنه مفيش حد كان قادر يرفعه من الحجر وبنكتشف إن ميرلين لما صنع السيف اده له خصائص فريدة منها إنه مفيش حد يقدر يشيل السيف ده إلا الملك أسر أو أي حد من صلبه فورتيجرين قلق أول ما شاف التمثال والسيف ورحل السيرين جاري وسألهم عن اللي حصل وساعتها السيرين قالوا له إن دي نبوقة قديمة ومعناها إن في حد هيجي عيد حكم الملك أسر من تاني وهيعزلك من الملك في وقت قصير إن نبوقة دي انتشرت في المملكة كلها وساعتها فورتيجرين أمر جنوده إنهم يجبوا له كل الشباب اللي في المملكة عشان يسحبوا السيف واللي هيسحب السيف فيهم هيعدمه قبل ما يسيطر على قوته بعد ملايين المحاولات محدش قدر يسحب السيف ده لحد ما جي يوم ودخل عليهم راجل مميز وراح عشان يسحب السيف وأول ما مسك السيف بإيده السيف قوته تفاعلت معاه لدرجة إنه كل حاجة حوالي تهزت وكل الناس اللي كانوا موجودين كانوا مرعوبين وفعلا الراجل ده قدر إنه يسحب السيف من الصخرة لأنه في الحقيقة ابن الملك أوسر بس أرثر ما قدرش يسيطر على السيف وأغم عليه وبنكتشف بعدها إن أرثر اتربى ببيت متعة لما هيرب بعد قتال والد وعمه واللي ربته كانت واحدة من اللي شغالين هناك أرثر ما كانش عايش عيشة الملوك بس الدم الملكي كان لسه بيجري في عروقه وبوجوده في شوارع ومناطق عشوائية زي اللي كان فيها اتربى تربية نشفة وطور من نفسه وقوته وكأنه كان مقدر ليه إنه يروح للسب رجليه عشان يطلعه من جسم والده المتحجد وبعد ما كبرت أرثر بدأ يتعلم الفنون القتالية على إيد معلم صيني والعوامل دي كلها خليته جاهز للمعاركة اللي داخل عليها بنرجع تاني للوقت الحاضر وبنشوف إن أرثر محبوس في زنزانة عمه فورتيجرين كان شايف إن أرثر خطر عليه ولازم يتخلص منه في أقرب وقت قبل ما يرجع حكم والده تاني بس فورتيجرين قرر يعرفه سبب موته قبل ما يقتله فورتيجرين عرف أرثر أصله الحي وجاب الست اللي ربت أرثر وقتلها قدامه عشان يعرفه إنه هو المسيطر وكمان عشان يبين للشعب إن الملك اللي هم مستنيينه عشان يحقق الأسطورة ما قدرش ينكز الست اللي ربته حتى وبالتالي مش هيددر ينكزهم وعشان يقضي على أي أمل باقي للشعب قرر يعدم أرثر قدامهم كلهم بس الموضوع ما كانش بالسهولة اللي هو متخيلة بينشوف بعدها إن فيه ساحرة مستخبية بعيد وكانت بتستخدم قدرتها عشان تسيطر على النصر ضخم والنصر دطار على الجلاد وبعده عن أرثر قبل ما يقتع دماغه في اللحظة دي كل الحيوانات اللي كانت في ميدان الإعدام الجنينة وبقت متوحشة وبتهاجم أي حد قدامها وفي وسط الفوضى دي رجالة الملك أوسر استغلوا الفرصة وهاجموا على رجالة فورتيجرين ويدروا إنهم يحرروا أرثر وياخدوا السيف السحر معهم وهيربوا بيه بعدها من المكان كله ونطه في النهر أرثر راح مع رجالة والده للجبل وهناك لقى كهف موجود فيه رجالة أكتر وكلهم كانوا مخلصين لوالده مستنيين ظهور أرثر عشان يرجع حكم والده من تاني ويخلصهم من حكم فورتيجرين الظالم بس أرثر ما كانش مهتم بقلب نظام الحكم ولا إنه يرجع مملكة والده من تاني ساعتها واحد من اللي موجودين يداله السيف وأول ما أرثر مسكه بدأت تجيله ذكريات عن الماضي أرثر شاف المواجهة اللي حصلت بين والده وعمه زمان وهو طفل وبيع بعدها على الأرض لأنه ما قدرش يتحمل قوة السيف وساعتها رجالة والده قراره يوده الجزيرة المظلمة عشان يطلع القوة اللي جواه وبالتالي يقدر يتحكم في السيف والجزيرة المظلمة دي عبارة عن جزيرة مجهولة ومليانة مخلوقات غريبة ومتوحشة يعني أرثر بقى قدام الأمر الواقع يا إما تتحكم في قوة السيف وتقضي على المخلوقات دي وتفضل عايش يا إما هتبقى الغدى بتاعه أول ما أرثر دخل الجزيرة اكتشف إن فيها جبال من جماجم البشر وده معناه إن في ملايين من البشر ماتوا هنا وساعتها استبشر خير وشمر درعاته وقال بينها للمش معدية النهاردة وفعلا الوحوش بدأت تهجم على أرثر بس مع شجعته وإصراره أرثر قدر يقتل الوحوش اللي هجمته وفضل عايش على الجزيرة ولما مسك السيف شاف زكرياته فلته تاني بس المرة دي شافها كاملة وأغمى عليه بعدها لأنه لسه ما سيطرش على السيف سيطرة كاملة بننتقل بعدها الفورتيجرين وبنكتشف إن هو اللي اتفق مع السحر الشرير عشان يستعمل الأفيال ويهاجم المملكة ودي كانت خططه عشان ياخد الحكم من أخوه بس خططه ما نكحدش لما السحر ميرلين صنع السيف وكمان ما قدرش يستجل قوته بعد موت أخوه لأنه مش من نسله وبنشوف بعدها إن فورتيجرين كان عنده استعداد إنه يقتل أي حد عشان يلاقي أرسر والسيف السحري والخراب اللي سببه ده خلى أرسر يغضب جدا وقرر ساعتها إنه ياخد الحكم من فورتيجرين بعدها جات لهم الفرصة وعرفوا إن الملك فورتيجرين هيتحرك برا الألعاب بتاعته فاستعانوا برامي محترف القوس الإنجليزي بتاعه كان بيخليه يقدر يسيب الهدف على بعد مية متر ووقفه في أحسن مكان كاشف كل المكان اللي تحته وبنكتشف بعدها إن فورتيجرين كان عامل خدع الأرسر عشان يعرف مكانه فخلى واحد غيره يلبس لبسه وعمله زي الكمبرس ولما رامي أطلق سهمه ما جاتش في الكمبرس حتى وده الحسن حظه طبعا لأنه قاطس وحان رأسه قبل ما السهم يوصله بلحظة السهم أصاب وزير فورتيجرين في اللحظة دي جنود فورتيجرين أطلقوا سهمه مشتعل في الهواء على إنه أشارة فانطلق باقي جيش فورتيجرين عشان يدوروا على الأرسر في وسط كل اللي موجودين الجنود كانوا كتير جدا وأرسر اضطر يهرب هو واللي معاه وراحوا على ساحة الفنون القتالية على الرغم إن معلمين الكونجفو حاولوا إنهم ينقذوهم بس الجيش فورتيجرين كان عدده أكبر بكتير منهم أرسر ما قدرش يوقف يتفرج على زميله وهم بيتقتلوا وبيضحوا بنفسه معشانه فمسك السيب بتاعه بأيدي الاتنين ودخل القتال في اللحظة دي التراب كان بيتير من حواليه كانوا فرحانين برجوع ملكهم اللي هيحرارهم من ظلم فورتيجرين وبدأوا يهتفوا باسمه وساعتها أرسر قرر إنه يرجع ملكه من تاني عشان تضحيات أصحابه ما تروحش على الأرض في نفس الوقت فورتيجرين ضحب بنته للسيرن عشان يمتدوبه القوة اللي هو محتاجه وبكده يبقى ضحب زوجته وبنته في سبيل طمعه السيرن خده جث بنت فورتيجرين لقاع المياه ودوله قوة الظلام اللي هو عايزه ساعتها الظلام سيطر عليه وما تبقاش فيه زر البشرية واحدة بعدها أرسر واللي معاه هجموا على الأصر وساحر استدعى التعبان عامله عشان يهجم على أصر فورتيجرين التعبان قتل كل اللي موجودين ودمر الأصر في ثواني بس جي عند أرسر ووقف قدامه ما عملوش حاجة وسابه بعدها ومشي أرسر مسك السيف بتاعه وبدأ يقتل جنود فورتيجرين قوة السيف وسرعته خلوا الوقت يبقى قبطأ بالنسبة لأرسر وكان بيقتل في الجنود بسرعة وقوة رهيبة لدرجة إن مفيش جندي واحد قدر يوجه له ضربة من الجيش ده كله بعدها أرسر ضرب الجنود اللي موجودين ضربة قوية قدت عليهم كلهم واللي فضلوا عايشين من الجنود اقتنعوا إنهم مش هيقدروا يقفوا قدام أرسر وقوته فرموا أسلحتهم من يديهم واعترفوا بإنه الملك أرسر دخل برج الزلام بدون أي مقاومة وبوجود السيف بيده حصلت حاجة غريبة جدا قوة السيف السحرية اللي بتمثل النور اختلطت مع قوة برج الزلام السحرية وشكلوا هما الاتنين حالة بتكتال اللي هيتم فيها القتال الحاسم بين أرسر وفورتيجرين فورتيجرين ظهر في شكله الشيطاني قدام أرسر ورمى عليه كرة من النار وقع على الأرض وهجم عليه بعدها بدربات كتير وراء بعض خلام الشاف قدامه أرسر كان عامل زي اللعبة في إيد فورتيجرين وقوته لدرجة إن فورتيجرين ضربه ضربة قوية وقعته على الأرض ودخل في حالة زي غايبوبة كده أرسر جاله رؤية عن ذكرياته في الطفولة وهو على الأرض وشاف نفس المشهد اللي كان بيطرده في كل أحلامه بس المرة دي المشهد كان حقي جدا لدرجة إن أرسر كان حاسس إنهم كانوا بيتقتلوا حاليا في الرؤية والد أرسر جاله وكلمه وحفزه إنه قاتل عم وينتقم لموته ويرجع ملكه من تاني وساعتها أرسر سحب السيف من ظهره ووالده رجع بشري تاني بننتقل بعدها للواقع وبنشوف إنه أرسر قدر يجمع قوته ويقوم من على الأرض أخيرا ولما عمه رام عليه كورة نار تانية أرسر قدر يصدها بكل سهولة وهجم عليه بعدها أرسر قدر يتغلب على خوفه وبالتالي بقى متحكم في السيف أكثر وكان قادر يسيطر عليه ويطلق قوته كاملة أرسر حاول كل خوفه وكراهية اللي كانوا جواه لغضب ملهمش حدود وكان بيهجم على فورتيجرين بدون رحمه وقدر بعدها إنه يغرز السيف في قلبه وبكده يبقى انتقم لوالده والدته ومملكته كلها لما فورتيجرين مات رجع لشكله الطبيعي تاني وبرج الظلام نهار تحت قوة السيف السحر وتحول في سواني التراب وفي نهاية الفيلم بنشوف الملك أرسر هوبيت توجع على عرش مملكته من تاني وسط هتاف شعبه وبنعرف بعدها إنه أمر بصناعة طاولة مستديرة اللي هيقعد حواليها الفرسان بتوعه وهيبقى اسمهم فرسان الطاولة المستديرة وده مش هيبقى مجرد اسم ده هيبقى رمز للولاء والشرف وهنا بنكون وصلنا لنهاية فيلمنا شكراً على المشاهدة وسلام يا صديقي